اهلا بكم الى نشرة الاخبار وفي عنوينها البغدادي يدعو انصار داعش في السعودية الى التمرد واستهداف ابناء الطائفة الشعية هيجال يرى ان الاسد جزء من جهد القضاء على داعش عبر حكومة انتقالية تحدد مستقبل سوريا كاري يعلن من عمان التوافق على خطوات لتخفيف التوتر في القدس وعلى المضي قدما في عملية السلام اعلن زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي تمدد داعش الى نصر والسعودية واليمن واليبيا والجزائر وفي تسجيل صوتي قال البغدادي ان الجماعات التي بايع التنظيمه ستدمج فيما يسمى الدولة الاسلامية وستلغى التسمية القديمة فاننا نبشركم باعلان تمدد الدولة الاسلامية الى بلدان جديدة الى بلاد الحرمين واليمن والى مصر واليبيا والجزائر ونعلن قبول بيعة من بايعنا من اخواننا في تلك البلدان والغى اسم الجماعات فيها واعلانها ولايات جديدة للدولة الاسلامية البغدادي دعا انصار داعش في السعودية الى التمرد على السلطات والى حمل السلاح وهدد ابناء الطائفة الشاعية في المملكة بالقتل قبل غيرهم كذلك دعا انصار تنظيمه في اليمن ومصر وليبيا الى الاستمرار في القتال ضد الجيوش الوطنية فيها فيا ابناء الحرمين يا اهل التوحيد يا اهل الولاء والبراء انما عندكم رأس الافعاء ومعقل الداء الا فلتسلوا سيوفكم ولتكسروا اغمادكم الا فلتطلقوا الدنيا فلا امن لآل سلول وجنودهم ولا راحة بعد اليوم ولا مكان للمشركين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم سلوا سيوفكم وعليكم اولا بالرافضة حيثما وجدتموهم ثم عليكم بآل سلول وجنودهم قبل الصليبيين وقواعدهم اعلن رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال مارتين ديمبسي انه سيرسل او سيدرس ارسال مستشارين عسكريين امريكيين لدعم القوات البرية العراقية في مناطق حول الموصل وعلى الحدود بين العراق وسوريا واثناء جلسة استماع في الكونغرس طلب ديمبسي الموافقة على تمويل اضافيا للحملة مؤكدا ان العراق يحتاج الى ثمانين الف جنديا مدرب لاستعادة الموصل والاراضي الاخرى تمكنت القوات الامنية العراقية مدعومة بالحجد الشعبي من تحرير قضاء بيجي شمال المحافظة صلاح الدين ومن السيطرة على سد العظيم والقرى المحيطة به وذلك في جبهة المواجهة مع داعش في محافظة ديالا شمال شرق العاصمة العراقية بغداد عبدالله بدران بيجي ثالثة حواضر صلاح الدين تحت يد الامن العراقي معارض عنيفة خاطتها القوات العراقية والحجد الشعبي وسلاح الطيران بتكتيك المحاور المتعددة ولمدة قاربة الشهر بيجي تحررت عسكرية ولم يبقى إلا الجهد الهندسي لتفكيك ما زرعه داعش من الغام وما بقي من الغماسيين وظيفتهم البقاء في المدن المحررة وتنفيذ عمليات قنص أو هجمات انتحارية نحن الآن حررنا اليوم منطقة سحول الحي العصري بقضاء بيجي وعبرنا تقريبا أكثر من 3-4 واصلين إلى المصفى بيجي ما رح نتوقف نوصل الموصل نحن الموصل كما اندحر بمنطقة تيكريت ومنطقة بيجي أيضا سوف يندحر في الموصل التقدم الميداني للقوات العراقية امتد شريطه الجغرافي حتى سد العظيم في ديالا الأهمية الاستراتيجية تكمن في أن السد يمثل مرتكزا لداعش بين محافظات كاركوك وصلاح الدين وديالا ويمثل طريق الامداد لقارتبا والسعدية وجلولاء مرورا بجبال حمرين حيث الطريق الدولي هذا الانتصال والتحرير الكبير سوف يكون في بيجي سوف يؤكس انعكاس سلبي على النفسية الدواعش وسوف يؤثر سلبا على امداداتهم سوف ينقطع الامداد عن بعض المناطق التي كان يتمركزون بها داعش تغييرات في القيادة العسكرية أحدثت تغييرات على الأرض لمصلحة القوات العراقية كما يقول خبراء تقدمت القوات العراقية في الميدان فكان لها أن تضيف بيجي إلى قائمة المدن الستراتيجية المحررة ليبقى لها في صلاح الدين تكريت والدور والعلم وقبل ذلك معركة تحرير الشرقات حيث كسر العظم والاستعداد لفصل معركة نينوى عبدالله بدران بغداد الميادين رأى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل أن رئيس سوري بشار الأسد جزء من جهد القضاء على داعش عبر حكومة انتقالية تحدد مستقبل سوريا هيغل وفي كلمة له أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي قال أن رئيس سوريا تحمل المسئولية الأولى عن حال عدم الاستقرار واستدعاء القاعدة وداعش حملتنا ضد داعش حققت تقدما ملموسا في بعض الأجزاء من العراق أوقف تقدم داعش وفي مناطق أخرى تراجع هذا التنظيم من خلال دور القوات العراقية والكردية والقبلية التي تدعمها الولايات المتحدة إضافة إلى الضربات الجوية لقوات التحالف لكن داعش ما زال يمثل تهديدا خطيرا للمصالح الأمريكية ولحلفائنا وللشرق الأوسط أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن المقاتلين البريطانيين الأجانب في الخارج قد يمنعون من العودة إلى المملكة بمقتضى قوانين جديدة صارمة كاميرون وفي كلمة ألقاها في البرلمان الأسترالي أشار إلى مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب سيمنع أيضا شركات الطيران التي لا تتقيد بقوائم حظر السفر التي تصدرها بريطانيا من الهبوط على أراضيها كشفت صحيفة وولستريت جورنال أن السلطات الأمريكية أقامت شبكة تجاسسين بواسطة طائرات صغيرة تحصل من خلالها على معلومات من الهواتف النقالة لعشرات ألاف الأمريكيين وذلك لتحديد أمكنتهم الصحيفة الأمريكية ذكرت أن السلطات تشغل الطائرات انطلاقا من خمسة مطارات كبيرة في الولايات المتحدة وأن هذا الإجراء يتيح لها كشف أمكنة الهواتف النقالة لمشتبه فيهم في سوريا أصب قائد كتائب الصحابة المدعو أبو غالب وقتل عدد من مرافقيه إثر انفجار عبوة الناس فاستهدفته في حي الحجر الأسود جنوب دمشق وفي عين العرب كوباني شمال حلب تتواصل الاشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي وداعش في المحور الجنوبي من المدينة تزمن ذلك مع تنفيذ غارة لتحالف واشنطن على مواقع لداعش في قرية ماميد جنوب عين العرب أدت إلى تدمير ألية عسكرية للتنظيم نفذت المقاتلات الأمريكية سلسلة غارة على مواقع لتنظيم خرسان في سوريا في ضربة هي ثالثة ضد التنظيم المرتبط بالقاعدة منذ أب أغسطس الماضي المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى أكد أن الغارات استهدفت مجموعة من العناصر كانت تعد لهجمات خارجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها بحسب قوله إلى جانب الاشتباكات المستمرة في القلمون تشهد هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين لبنان وسوريا المزيد من إعلان الولايات لتنظيم داعش مقابل سقوط عدد من قدة تنظيمات المسلحة بين قتيل وجريح بين إيران الجيش السوري وحلفائه التفاصيل مع جراسي بطار السلام عليكم جبهات القتال لا تهدأ في القلمون الاشتباكات تتركز بشكل أساس في جرود فليطة ورأس المعرة وعسال الورد في الجهة المقابلة لبريتال اللبنانية المسلحون يتحركون عبر معابر عديدة أبرزها في وادي الصهريج ومعابر مرتبية والزمراني انطلاقا من وادي ميرة ومنطقة عجرم المحاذيتين للأراضي اللبنانية في جرود عرسال حيث تدور اشتباكات بشكل دائم الظهور المسلح وبالتالي الجبهات المفتوحة تتركز في كل هذه المنطقة أي على امتداد جرود الجراجير والبريش في أقصى شمال القلمون وصولا إلى جرود رنكوس من الجهة اللبنانية في جنوب القلمون تزامنا مع صوات المعارك في كل هذه المناطق تسجل محاولات تسلل وخرق عديدة أكثر من عشر محاولات للتسلل حاولت المجموعات المسلحة الموجودة هناك القيام بها للتقدم باتجاه البلدات القلمونية وإيجاد موطئ قدم لها لكنها لم تفلح مع الإشارة إلى أن أكبر المجموعات المقاتلة في هذه المنطقة هي جبهة النصرة ومجموعات من بقايا مسلحي القصير وريف حمص التي قاتلت الجيش السوري في معارك القلمون وانسحبت مع النصرة إلى جرودها بعد استعادة الجيش السوري السيطرة عليها لكن تقدم المسلحين على بعض الجبهات يؤدي إلى زيادة الجماعات الموالية لما يسمى تنظيم داعش آخر هذه الولاءات سجلها أبو عرب زين وعبد السلام حربة وموفق أبو السوس وهم قادت مجموعات صغيرة قصيروية بايعوا داعش في القلمون وقبل حوالي عشرة أيام أعلنت مجموعة من الفصائل ومنها أسود الشرقية وأسود الرحمن ما سمته معركة الويل للطغاة وحاولت أن تهاجم كتيبة الاستريلا على طريق بغداد في القلمون الشرقي في المقابل استهدف الجيش السوري بالقصف المدفعي والصاروخي والطيران الحربي سبعة من قادة جبهة النصرة والفصائل المسلحة بين قتيل وجريح في جرود فليتا وقد قتل من هؤلاء قائد لواء فجر الإسلام أبو طلال محمد وقائد ميداني هو أبو علي أمون وهو قائد رفيع المستوى وخطير وقد أصيب أيضا بجروح خطيرة قائد لواء السقور المحمدية أبو فاطمة وأمير جبهة النصرة في فليتا كرم أمون ومساعده صفوان عودي وبحسب مصادر الميادين كان يتم التحضير في هذا الاجتماع في جرود فليتا لهجوم كبير باتجاه بعض القرى في القلمون من قبل الفصائل المسلحة أهلا بكم من جديد أعلنت الحكومة الكولومبية أن إسرائيل رفضت سماحة لوزيرية خارجيتها ماريا أنجيلا هولغوين بزيارة رامالا في الضفة الغربية المحتلة وذلك للقاء نظرها الفلسطيني رياض الملكي مطالبة إياها أولا بزيارة تل أبيب هولغوين وفي بيان لها قالت أن السلطات الإسرائيلية رفضت منحها الإذن إلا بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي أفكدور لبرمن شهدت العاصمة الأردنية حركا دبلوماسيا خلال الأيام الماضية حيث عقد مذ الثلاثاء لقاء للملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقبه لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الحركة الدبلوماسية توجى بلقاء ثلاثيا بين الملك وكيري ونتنياهو جرى فيه التوافق على اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل معتز القاسية قمة ثلاثية بين الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقدت في العاصمة عمان وجرى فيها التوافق على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التصعيد في القدس ولإعادة الثقة لقاء اليوم سبقه حراك بدأ منذ الثلاثاء بلقاء الملك والرئيس الفلسطيني وبعده بلقائه وزير الخارجية الأمريكي فإصرار الجانب الفلسطيني على التوجه إلى مجلس الأمن لتحديد موعد لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لا بد أن يبدأ من العاصمة الأردنية بلقاء الملك لكونه الوصية على المقدسات في القدس في وقت ازدادت فيه العنجهية الإسرائيلية بانتهاكات متكررة سببت إحراجا للمملكة لقد أكد نتنياهو أنه سيعيد الهدوء إلى سابق عهده لكننا لا نتوقع أن تستطب الأمور بين ليلة وضحاها الأزمة المتصاعدة من جراء العنجهية الإسرائيلية التي دفعت الأردن إلى سحب سفيره من تل أبيب بالتنصيق مع جون كيري سبب آخر للحراك الدبلوماسي مع تأكيد أردني على لسان وزير الخارجية مفاده بأن عودة السفير مرتبطة بخطوات فعلية من الجانب الإسرائيلي هناك خطوات ملموسة يجب أن يتم أخذها وبالتالي هناك حاجة أيضا لتخفيف التوتر وهناك التزام بأن الوضع الرهن يجب أن يحافظ عليه وأن يحترموا الدور الأردني وسنقوم باستعراض ذلك القرار لنعرف من الذي يحدث عودة الهدوء إلى القدس كي لا تنفجر انتفاضة جديدة وتعود المياه إلى مجاريها بين الأردن وإسرائيل كانت الجزء الأكبر من المباحثات التي تطرقت أيضا لمحاربة داعش وللمباحثات النووية الإيرانية وتخللها اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حراك دبلوماسي يعكس حقيقة الأزمة بين الأردن وإسرائيل من جهة وبين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أخرى ورسالة أردنية واضحة مفادها أن الإحراج الذي تسبب به نتنياهو لحليفه الأردن أمر غير مقبول عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليد الحي حذر إسرائيل من المساس بالقدس وبالمسجد الأقصى المبارك وانتقد تأخير عملية الأعمار في غزة متهما للسلطة بأنها لا تهتم بالأعمار بقدر ما يهمها جمع الأموال الحي دع رئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن يكون صادقا مع نفسه أنا أقولها للأخ أبو مازل أتمنى أن تصدق مع نفسك لحظة وتنظر في المرآة وتسأل نفسك سؤال هل أنت صحيح رئيس للشعب الفلسطيني؟ هل أنت رئيس للمشردين والمنكوبين؟ هل أنت رئيس للمقاومين المقاتلين؟ إذا اتمنى أن تكره أسول الانتراك عشر سنوات يا جماعة عشر سنوات بعد رحيل أبو عمار وأبو مازن بقول أنا لا أتهم إسرائيل طب يا أبو مازن بعد نص ساعة أو ساعتين بتطلع أنت وقيادات فتح ابتتهم إخوانك لحماس أنهم هم الذين قاموا بهذه التفجيرات شهدت جلسة اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار أتبعت للجمعية العامة للأمم المتحدة سجلا حادا بين مندوب سوريا والمندوب الإسرائيلي بعد تبني قرارات منددة بالاحتلال مندوب إسرائيل اتهم مندوب سوريا بمعادة السامية بعد تشبيهه الاحتلال الصهيوني بالاحتلال النازي لأوروبا نيزار عبود استفزت إسرائيل كثيرا بإصدار اللجنة السياسية الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار أربعة عشر قرارا بأغلبية كاسحة يدينها لممارساتها الاستعمارية وشهدت الجلسة جدلا حادا بين مندوب سوريا ودولة الاحتلال ذو لم تكتفي إسرائيل باحتلال الجولان السوري بل عمدت إلى إصدار قوانين عبثية كقرار ضم الجولان السوري وذلك في موقف استفزازي خطير يذكرنا بصفحات سوداء من تاريخ الإنسانية الحديث لا سيما ما حدث في بدايات الحرب العالمية الثانية في أوروبا عندها قاطع مندوب إسرائيل الكلمة واتهم مندوب سوريا بمعادات السامية وطلب وقفه عن كلام هذه معادات ملعونة للسامية وفيها تحقير لذكر الهولوكوست ليس لها مكان في هذا النقاش أو في أي نقاش آخر لكن الرئيس الجلسة طلب من الجعفري متابعة كلمته التي شرح فيها ضخامة التعاون الإسرائيلي في منطقة الفصل في الجولان مع الإرهاب وحدد المسيء الحقيقي للإسرائيليين سياسات إسرائيل هي التي تسيء لإسرائيل والتعامل الفوقي مع القانون الدولي هو الذي يسيء لصورة إسرائيل فيما يسمى المجتمع الدولي هذا هو الاستفزاز بعينه عندما تتصرف إسرائيل ومندوبها كحمامة سلام في هذه المنظمة الدولية وهم وحوش لا بل أسوأ من الوحوش الذين يعتدون على مصالح الغير كلام الجعفري استفز مندوبي كل منه كندا والولايات المتحدة والمانيا وأسترائيل وكرر مندوب إسرائيل أن بلاده تساعد السوريين إنسانيا في الجولان المساعدات الإنسانية لا تتضمن معالجة الإرهابيين في المشافي الإسرائيلية ومن ثم إعادتهم مرة أخرى إلى منطقة الفصل ليتابعوا نشاطاتهم والاعتداء بما في ذلك الاعتداء على حفظة السلام لم تكن هذه المرة الأولى التي يشبه فيها مندوب سوريا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بالاحتلال النازي في أوروبا فالاحتلال واحد سواء كان في أوروبا أم في الشرق الأوسط حسب القانون الدولي نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين مع اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي في تونس تزايدت التهديدات للمرشحين الرئاسيين وفق تبليغات لوزارة داخلية ويبدو أن هذه التهديدات لا تقتصر على الجانب الانتخابي والمرشحين بل تطول مناطق كثيرة في تونس والأسيام القريبة من الحدود الجزائرية فهل من مخططات إرهابية في تونس المنهمك في عمليات الخروج من المرحلة الانتقالية السياسية التهديدات للمرشحين رئاسيين في تونس ليست الهاجسة الأساسية في الملف الأمني في بلد منهمك بعمليات الخروج من المرحلة الانتقالية عدد من المرشحين كما تقول بلاغات وزارة الداخلية تلقوا بالفعل تهديدات ومنهم سليم الرياح والباجي قائد السبسي الوزارة كانت سبقت ذلك بالسلسلة إجراءات لحماية المرشحين وهنا تهديد صدر قبل أيام عما يسمى الجناحة الإعلامية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تلقاه محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية وجاء فيه لا تفرح كثيرا فانصار الشريعة في تونس لم ينتهي هل هذه التهديدات تستهدف الانتخابات أم تأتي في سياق تمدد الإرهاب في المنطقة يقول وزير الداخلية التونسي لطف بن جدو إن هناك مخاوف حقيقية تهدد الانتخابات الرئاسية داعيا إلى الحذر والانتباه ويحدد وجود التهديدات على الأقل في ثلاث محافظات تونسية تقع كلها على الحدود مع الجزائر وهي جندوبة والكاف والقصرين وكانت مجموعة إرهابية شنت الأسبوع الماضي هجوما في الكاف أسفر عن مقتل خمسة جنود طلبة تقارير أعلامية في تونس أشارت إلى تلقي السلطات معلومات من نظيرتها الجزائرية عن تحركات لأفراد كتيبة عقب بالنافع في المناطق الحدودية التساؤلات كثيرة عن أهداف الإرهاب وتهديداته ويتساءل سياسيون في السياق عن سبب زيارة بيرنرد هنري ليفي قبل نحو أسبوعين لتونس الفقرة الآن مع بيسان تراف وجولة الصحف العربية الصادرة صباح اليوم صباح الخير مجددا بيسان صباح الخير هيبة صباح الخير مجددا مشاهدين نبدأ عنوين الصحف العربية لهذا اليوم مع صحيفة الوسط البحرينية زعيم داعش سنتوسع إلى السعودية اليمن مصر ليبيا والجزائر ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط في عنوانها الأول الحثيون يغيرون موقفه من حكومة بحاح اليمن انشقاقات في المؤتمر الشعبي وتوقعات بتجميد أمواله أيضا نقرأ في الشرق الأوسط مسؤول للشرق الأوسط طلب من التريث حتى إشعار آخر القمة الخليجية تدخل مرحلة الضبابية إلى صحيفة البناء اللبنانية واشنطن تعترف بدور الأسد في أي مستقبل لسوريا حزب الله يلاقي زمن التسويات بالتمسك بعون مرشحا وحروب الأغذية والخليوي تقترب من نشر الفضائح بين الوزراء أيضا نقرأ في صحيفة البناء هاجل الأسد جزء من جهد القضاء على داعش مشاورات مكثفة لعقد اجتماع بين الحكومة والمعارضة بمبادرة روسية إلى صحيفة أشروق التونسية في عنوانها الأول زعيم داعش يحرد على استهداف العلمانيين في تونس أيضا نقرأ فيها راشد الغنوشي لا للاستقطاب والنداء جزء من الشعب إلى صحيفة الأخبار المصرية التي عنونت أمنيا الأخبار تنشر تفاصيل الهجوم على اللانش سقوط عناصر فلسطينية مسلحة على اتصال بداعش وفيها أيضا الغاز الجزائري يصل قريبا وتوقيع سبع عشرة اتفاقية تعاون مشترك نختم مع صحيفة الوطن العمانية وأيضا نقرأ في عنوانها الأول الاحتلال يواصل سعاره الإرهابي والفلسطينيون يلاحقونه أمام مجلس الأمن مصر الإرهاب يواجه حقده للبحرية ومقتل خمسة جنود في عملياته بسيناء فيما يواصل الأمن ملاحقته هذا أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم شكرا للمتابعة وعود إليك تفاصيل أكثر طبعا بيسان في برنامج آخر طبعا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر